سحب التوتر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية تخيم على الساحة العراقية بعد قرار المحكمة الاتحادية اعتبار حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي حكومة محدودة الصلاحيات وفقا لنص الدستور العراقي ولا يحق لها اقتراح مشاريع القوانين المهمة مع ابطال كافة أوامر التعيين في الدرجات العلية التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال يعني لا رأيب ان هناك الكثير من الخطوات اتخذتها الحكومة وهي خارج صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وبالتالي كان هناك اكثر من دعوة قضائية رفعت ضد حكومة سيد الكاظمي لانها تجاوزت صلاحياتها واظن ان هناك الكثير من الدعوة ما زالت موجودة في جعبة المحكمة الاتحادية السلطة التشريعية دخلت هي الاخرى على خط المواجهة بعد اسرار نيابي تؤيده الكتلة الصدرية لقراءة قانون الامن الغذائي قراءة اولى داخل مجلس النواب رغم قرار المحكمة الاتحادية رفض اعتبار القانون بديلا للموازنة العامة يعني اعتقد المحكمة الاتحادية هي ركن الثالث في الدولة العراقية وبالتالي قراراتها باتة وملزمة واعتقد دور المحكمة الاتحادية هو الحفاظ على تطبيق الاطر الدستورية والحفاظ على الدولة العراقية وبالتالي تحرك المحكمة الاتحادية ضمن مصلحة الدولة العراقية ضمن مصلحة المواطن العراقي بالاضافة الى هي تضبط ايقاع السلطة التنفيذية ورغم استناد القرار القضائي الى نصوص دستورية حاكمة الا ان ضغوطا كبيرة باتت تمارسها السلطة التنفيذية والتشريعية على المؤسسة القضائية علهما ينجحان في تمرير قانون تشوبه العديد من المخالفات بحسب متابعين يرى متابعون ان السلطة التنفيذية قد تكون الخاسر الاكبر في اي مواجهة ادارية مع القضاء خصوصا وان المؤسسة القضائية تستند في قراراتها الى بنود دستورية ملزمة للجميع حيدر لاسادي سكاينيوز عربية بغداد